بمركز القصبة للعلاجات المتنقلة بموراكوش جددت سفيرة كندا بالمغرب دعم بلادها لعمل المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدة أوباليس المغرب في مجال الصحة الإنجابية ومحاربة الأمراض المنقولة جنسياً. أود أن أجدد دعم كندا لعمل المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدة في مجال الصحة الإنجابية للفئات المعوزة وللشباب. هذا النوع من الشركة وسيلة لكندا لتعزيز حقوق الصحة الجنسية والإنجابية التي تعد إحدى أولويات سياستها المتعلقة بالمساعدة الدولية النسوية. وقام المستفيدون الذين يمثلون الفئات الرئيسية والمعوزة من السكان خلال هذا اليوم بزيارة مركز علاج العيادات المتنقلة في القصبة في إطار مجموعات صغيرة تتكون من 15 شخصاً واستفادوا من جلسة تحسيسية وتوعية حول الرعاية الداتية. هدفنا هو تحسين وصول النساء إلى وسائل منع الحمل وتعزيز مفاهيم الصحة الجنسية والإنجابية في وسائل الإعلام. كما أن البرنامج يروم أيضاً غرس مفهوم الرعاية الداتية. جهة مراكج أسفي من بين المناطق الثلاثة بالمملكة التي ترتفع بها نسبة الإصابات بفيروس نقص المناع المكتسبة إلى 21%. كما أن البرنامج يتم تطبيقه في جميع مرافق الرعاية الصحية الأولية في الجهة. وقدمت خلال هذه الجلسة معطيات حول الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وتدابير مكافحة كوفيد-19 لفائدة الشباب المنتمين إلى أوباليس المغرب والذين يشكلون شبكة وطنية نشطة من خلال تطبيق كيز سيدا. اشتركوا في القناة